السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم عبدالوهاب من قناة عالم شحنات موصيد سبينز رب تكون دايما في خير وفي احسن حال اللهم وصلي على سيدنا محمد وبرك اللهم وسلم عليه حلقة اليوم هي الجزء الثالث من عمرة الجير الاكتوس والجزء ده بنتكلم فيه عن الاجزاء بتاعة الجير الاوتوماتيك وايه الاجزاء اللي لازم تشايك عليها قبل ما تفكر الجير وحتى لما تفكر الجير من الداخل الاجزاء المهمة جدا 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 تنتبه لها وتنتبه للتأكل والمشاكل اللي فيها عشان عارفين الجير بيبقى فيه مشاكل اياما ولقد الله ممكن الناس تفكر مرة واثنين وثلاثة ان شاء الله اذا تبعت الخطوات اللي انا عملها لك في الفيديو والاجزاء اللي انت مفقود تعتني بيها قويس ان شاء الله الجير يتعامل معاك من اول مرة ويطلع مصبوط مية في المية يلا بنا نشوف اشتركوا في القناة او المشكلة شائعة في الجيرو الاوتوماتيك يأتي بيقول لك انه عندي صوت خبطة في الغيابة طيب صوت الخبطة ده وانت بحمل اكثر ولا وانت فوض يقول لك لا وانا بحمل في التقديم ، ساعات يأتي في التعكيس ، ساعات يأتي في التعكيس ، ساعات لا ، ساعات لا ، ساعات لا ، في كل شيء موجود انا اول حاجة ، ستجع ، سعر ، سعر ، ف echo مجرد ، ساعد من سيارة يأتي في تقديم سواء مبات ، تأكد أن السيارة من بعد ، سواء مبات سواء 10 أو 12 ، ضغط الهواء ممتلئ تماما وضغط الهواء يوصل لعلم يدقلاتش بشكل كويس لا تقدر تقيسه بأنبير من البلف او تحط بلف اياس وتقدر تقيس ضغط الهواء تماما او تقدر تفوق ضغط الهواء تشوفه قوي او لا تقابل الموزع معلق ومودي هواء يدعى بالشدة عندما يوصل لعبط الهواء يدعى ب10.5 انه دفعة الهواء الموجودة تشغل عرب تقلاتش من هواء او مواتين بشكل كويس بعد ذلك الموقع الثالثة يدعى من الكلاش يتعوز الهواء فالهواء يبقى نواقش وهي اصلا ما عندهاش كنترول قوي في موضوع الهواء ده غير انها تتدير في الفحص ان فيه مشكلة في الكلاتش او في فتح الكلاتش في الغالب لا يوجد اعطان متسجلة لان الموضوع يجي ويروح عندما الهواء يتم الشحن تجد الخزان فيه هواء طبيعي مثلا من مدة 10 دقائق بعد ذلك العلبة تستهلكه فالموزع لا يفتحه السريع يعوضه فالموزع يعد تدريجي يعبيه فتبقى المشكلة بالبال في الموزع وتأكد ان ضغط الهواء في الخزان فعلا 10.5 دقائق قوي لان دي تخليك تفك الجير على الفوادي وهي عما ناس ابطال يعني يفكوا الجير بالاخر ما نقاش في اي حاجة طيب ايه ثاني يخليني يقول لا ده الجير ده لازم ينزل عشان فيه فعلا صوت خط وضغط الهواء تمام الزيت فيه رايش فانت اكيد عندك مشكلة جواه فيه رايش زيادة الزيت مفيش رايش وعندي خط ممكن يبقى فيه فضاوة في التروس طيب انا درادي طلعتك جير بقى السيارة لسه ما فاكتهش جير اوتوماتيك سبق بقى ام بي فور ام بي سري كله فيه حاجة مهمة خلي فلغ منها قبل ما تفكر الجير العمود فيه فضاوة لا العمود الدريك وفوش فضاوة لا طيب ما هو لو فيه مشكلة جواه الجير يبقى العمود ده لازم فيه فضاوة خدها قاعدة تمام؟ العمود ده بتلاقي فيه شوية فضاوة مع تآكل في الهلالات الدخلية تمام؟ طيب فيه خطوة بقى قبل ما فكت جي و لازم اعملها ايه هي التهمبط عن التعشيق دي او البلف او يعني مش عايف لها مسميات او خليني اقول لكم اسهل مسمى ديها البلف اللي بيفورمل الشجرة السابتة البلف او التهمبة المسؤولة عن توقيف الشجرة السابتة أثناء التعشيق تمام؟ دي من جوه فيها ايه؟ فك المزاميو دي فك التيلة او اللوك الموجود هتحصل ايه داخل؟ هتحصل مجموعة كلا تشياد زي كلا تشياد زي كلا تشياد زي الاسطوانة اللي هي بتاعت الدبرياج بتاعت السيارة هتحصل ثلاثة او اربعة او خمسة هتفك التهمبة دي او هتفك الجزء البلف ده هذا البلف ده وظيفته ايه؟ هذا البلف ده وظيفته انه هو لما تيجي السيارات عشا الكمبيوتر يده اردر للتعشيق بيفتح هوا يضغط على مجموعة الاسطوانات اللي قوة الاسطوانات هي زي اسطوانة الدبرياج بالزد يعني فيها معها بلاطات زي الديسك والاسطوانة الدبرياج يضغطوا ويمسكوا الشجرة يوقفوها عشان الجير يبتدي ينقل الحرقة بتاعته مثلا 6 ال7 ال8 ال9 لان ما فيش في الشجرة من الداخل الشجرة المتحركة ما فيهاش نظام الفرملات والبرميل زي ما اتكلمنا عنها في الجيوة العاية هنا ما فيش هنا الناس بتسمي الجرات دي جرات فلر جرات فلر لها جرات التعشيق المباشر تمام؟ فيه ناس بتسمي نوعية من الجرات دي فلر لها تعشيق مباشر بدون فرملات بدون حساد بدون الكلام ده طيب ده ايه علاجته بالخبط اللي في الجير ايه علاجته بالخبط اللي في الجير ان التعشيق المباشر ايه علاجته بالخبط اللي تحصل لها اول عطلة يحصل لها تمام؟ طبعا احنا شيكنا عليه قبل ان نفك ان الهواء ليست حصل لها تمام؟ فطبعا مش هتضغط بشكل قوي على الشجرة ايه علاجته فالتروس تحرك لما تحرك سوط خبط قوي هذا رقم واحد رقم اثنين رقم اثنين ان الهواء فيه زيت تمام؟ بتبتدي وخصوصا ان الجسم الامونية والحامل عليها قوي فتبتدي طبعا انها شفت من الحرارة بتبتدي تاكل في الجسم الامونيوم ده لدرجة انها هتصرب هوا فما يبقاش الضغط اللي هي عاملها ضغط مئة في المئة خرص؟ ودي تعرفها فين؟ فما تلاقي فايز الجيو من فوق بداية بخار زيت فهي ما تبقاش عاملها ضغط مئة في المئة بيبقى حصل فيها تسريب او تقل في الحركة بتاعتها كده الاوساخ اللي جاي في الهواء بتبقى تقيلة جدا لانها بتتأخر حتى على ما تضغط على الاستوانات اللي فيها عشان توقف الشراء يكون جيدا على الشراء وخلص نقل الحركة لانها هي مكينيكية ملاش اي حساس كهوا دي مكينيكية بحتة تاخد هوا تضغط توقف ومفروض ان الناس اللي فاهمة في الهوا كمبيوتر الجير والاوتوماتيك فيه فتحتين فتح الكمبيوتر الجير تمام وفتح الكمبيوتر الجير والاثنين بياخدوا هوا على طول يعني بيحس ان هو يبقى الهوا متواجد ساعة ما الكمبيوتر بيفتح يضغط عليها على طول يعني ساعة ما الكمبيوتر بيدي اشارة عشان ينقل الهوا بيبقى نفس الاشارة دي طالع منها الهوا للتومبر او البلف يبقى يبقى التآكل في الاستوونات ضعفة ما بيتش تفهمه الجسم الالمونيوم اللي راكب عليه رابلات اللي بيدغط على الاستوونات رابلاته يبسى وفيها تهريب او انها حركتها تقريت وبدأ التآكل في الجسم الالمونيوم في الغالب يعني 90% او 80% من الجرات اللي افكتها كانت حالية صعبة جدا مؤخرا بدأ ينزل لها اصلاح طاق مستونات جديد ورابلات الاول ما كانت متوفرة الاول اوكي طيب اخش بقى انا فكيت الجير هنعمل برضو نفس الكلام لأنها في الجيل العاني لدينا ثوابت وعندنا شيئات مهمة هنا التعشيق تحت منها وردتين لازم اعرفهم وردتين او ثلاثة مصنع استاندر لازم احتفظ بهم الغطاء العمود او الوش الامامي تحت منه وردتين وردتين واحدة اثنين السماكة مختلفة وردتين من المصنع لازم احتفظ بهم طبعا لا يستطيع اصلاح 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 دائما وردتين الم说 سيجعل ه الغطاء ويجعل السيف الجمه جدا تفاصيل جير لثوماتيك تفاصيل جير لثوماتيك تفاصيل جير لثوماتيك كانت حالة الصغرة مع الترسين كانت الحالة صعبة وكان متأكل واكد الجزء ندول هذه هي أكثر متعبة في الجيل الأولوماتيك إذا أضعت بواميل جديدة أول ما تركب الجيل وهذه الخدعة التي لا يقعون فيها الخط سيختفي بنسبة 80% ل90% وحيانا 100% شهر 2 أو 3 ويرجع الخط كأنك من 3 أو 4 شهور ماذا حدث؟ هذه الجزئية بدأ التآكل التي فيها في التروس يعلم في الفربونات الجديدة لأنهم لا نعملون مع بعض فهي بدأت واجعة الخطة ويرجع لك الأفضل أنا نصيحة لك هذه التروس موجودة كلها قطالة وهي أفضل أنواع قطع غيار هذه التروس موجودة كلها قطالة هذه التروس موجودة كلها قطالة لا استعمال أو تشليح الأفضل ثم الأفضل ثم الأفضل خليك في التشليح خليك في المستعمل وأنا بلاقي أن الشجرة كاملة أنا بجيبها بتمن تلت تروس إطالي أنا لو غيات تلت تروس إطالي جداد مع المنات بتمن شجرة كاملة تشليح أو مستعملة أو استعمال أوروبية بحالة الزيرو ويقفلها وإن شاء الله سوف تتحرك معك ولا أحسن هذا هو جيرو أوتوماتيك بالطبع هناك في المستعمل السجرة الخلفية السجرة الخلفية لابد أن تتأكد أنها متثبتة في أورمان بحالة الزيرو لابد أن تكون مستعمل بحالة الزيرو لا تفكي لو أنت غيرت الزيرو فأتركبه كما قلت قاعد عنها فيديو وعمل لها الفيديو مخصوص تمام موجود على القناة وذكرته أيضا أن هذا سر من أصدار الجير الأكتوس لن نذكر لك الكمبيوتر فأنت ترى أن تفهم قصة الزيرو لابد أن تفهم قصة الزيرو لابد أن تكون المسافة مصبوطة وفي التقفيل عندما تأتي تقفل ستتراعي تماما نفس الجرم الوسط أو الفرغة الوسط المركز أو الزيرو المحطوطة جديدة وليس متأكلة لا يوجد تأكل في الجسم الألمونيا لأن هذا سيجعل الشجرة سيجعل التروس ليس مستريحة ويعمل معك مشاكل الجامدة في التعشيق ويجعل الجير يتاكل ويجعل السنام تظهر أصوات وتسايف رمانات تبوز تماما أي رمان شبك عندك ستشايف عليه لو أنت ستصلح وممكن تغير التروسين حتى لو أجيبه استعمال أوروبي أيضا العمود لا يوجد تأكل التروس من الداخل مكان رمانات الشبك لا يوجد تأكل رمانات الشبك ذات نفسها سليمة رمانات بتاع أطراف الشجر فوق وتحت بحالة جيدة لا يوجد فضاوة زيدة المراكز أو الزوفة لا يوجد تأكل لا يوجد حفر لا يوجد نوع فوق ستتركب المركزين الخلفي وفي الوصل يوجد وردته وتضع الشجرات بالشكل وتقفل المصمير الداير وتضع اللورات والفايات الجنب وكل شيء طبعا 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 قبل أي حاجة أعدة اللورات في الكيرو الأوتوماتيك أعدة اللورات أو المساطر جهة كم السلام عليكم الأول لا يجب أن نشاهد على أنه لا تأكل 200م مئة 200م وعندما إذا لم تكن المصميم أفضلها على طول الحديد ماذا ذكره إذا وجدتها وضع الحديد الأهم أفضل قول العمود أو العمود إذا كانت تأكل فيها تزود حمل كهربة وتجلقها في السوخ ويقوم Grossman 200م اشتازم بغيار طيب بعد ما تقفل هنراعي ان احنا نحط خلي عندك جرم فاضي او بودي فاضي تضع الكليبس وتضع الوردتين تمام وتقفل بدون الاستوانات لان انت تضغط وتضغط للاخر وتجعل الشجرة حركتها من الثالثة لان لسه لم يصلناها هوا فتخدعك في العمود من هنا تهز العمود فوق وتحت وفي ووش فضاوة تمام العمود فوق وتحت اضطت المصلاح وقفلت الوش وشدت عليه العمود خفيف وفي ووش فضاوة الدنيا تمام السيارة الشغل اترد ردين تمام بعد كده بدأ فيه هزة في الغيار وخصوصا في الدورفر لو حصل وفكت الجير ثاني فانت الصح تعمل الصح ان انت تضع الوردتين والكليبس فقط بدون السحون وتقفل بعد ان تتأكد ان المركز يقعد بشكل جيد وان هنا مش محتاج وردة زغيرة جدا لكي يوجد فضاوة وانت تقفل الجرم كله ألمونيوم فانت تطمين ان الجزء تمام فنرجع العمودة الرئيسة ويجب ان نوزنه يبقى خفيف ومفروش فضاوة تقفل بيدك سريع جدا ومفروش فوق وتحت تمام وتشيل وردة وتعرف بعد ان تقفلت وردة خفيفة وتشيل السميكة وتوجد طوبة الوش بدون سيليكون والأول زير بداية من هنا لان اخر تدرسل السميكة من المصابين من المصابين استفقل الخفيفة فانت تحرك وانت تمرد وردة المهم انت تحرك ان العمود خفيفة وفوش فوق وتحت ان شاء الله بإذن الله لتبعت الخطوات السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته